نعم أو تم الإحالة إلى شركة ولكن أثناء عملية المخاطبات بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات والأجهزة الأخرى حقيقة تبين بأحدى المراحل أن هناك مشكلة في هذه الشركة سواء إذا كانت هذه الشركة عراقية أو مسجلة مثلا لديها أوفيس بسيط في لندن أو غيرها لذلك تم تلافيها قبل عملية التعاقد والإحالة إلى الشركة الثانية وهي الشركة الألمانية وحقيقة أنه مفوضية الانتخابات وخاصة المجلس المفوضين أن هذه الإجراءات حقيقة لم يمروا بها سابقا حتى موضوع الأجهزة الفاحصة وضعناها من عام 2014-2015 ووضعنا مواصفات الشركة الفاحصة أستاذ محسن سؤال في صلب الموضوع أنا أحيي مفوضية ومجلس المفوضين أنه اكتشف الأمر واتخذ قرار لكن اللي يلفت نظري ومرات ما أعرف إحنا الولد علمونا قمنا نشك حتى بأنفسنا معقولة الأمم المتحدة هذا الكيان الأممي الدولي لا يعرف الشركات الرصينة أو بالتالي تمر الشركة البريطانية من جو العباه وكادت أن تمر هذا اللي أنا أريد واحد يفهمني والله السؤال بريء يا سيدنا نعم أستاذ نجب حقيقة نحن لا نضطي هذه الهالة الكبيرة لبحثة الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعمل مع العراق بموج قانون الأمم المتحدة دورها استشاري حتى في قصة